السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا فيكم و تابعين البيت الفلسطيني لما شاء الله رح عمل معكم كتف الخروف المشوي بالفرن بتتبيلة رائعة و طعيم و نكهة كتير طيبين و اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني باعجاب و اشتراك للقناة و يلا نشوف الطريقة اول شي بالنسبة للتتبيلة عنده هون مالكتين من اللبن رح اضيف عليهم الابهارات ملح فلفل اسود معلقة صغيرة زنجبيل ابهار مشاوي وابهار لحمة معلقة كاري رح حرك المكونات مع بعض و رح اضيف عليهم عصير ليمونة و معلقة زيت زيتون و معلقة صغيرة من خل التفاح رح حرك الابهار كله مع بعض و هيك عندي التتبيلة صرت جاهزة هلوقت بالنسبة للكتف رح افتح في فتحات صغيرة رح اضيف في فتحات شرايح من التوم عندي التوم قطعته لشرايح صغيرة و رح اضيف كل فتحة شريحة من التوم هيه هيك التوم عندي رح اضيفه بهاي الفتحات التوم بيعطينكها كتير طيبة و من الجهة التانية رح اعمل نفس الشي هلوقت رح ضيف التتبيلة عليها و رح وزع كل التتبيلة كل ما تركتوها بالتتبيلة و وقت اطول كل ما كانت النكهة فيها كتير مبينة و كتير اطيب انا هون عملتها من بالليل رح اتركها لتاني يوم اقل شي تركوها ثلاث ساعات بالتلاجة لانه هون عندي الكتف حجمه كبير فانا رح افتح هاي الفتحات لحتى يفوت البهار لجوه رح نزل كل الخليط و وزعه على الكتف هون دهنتها منيح بالبهار رح ادخل هالتلاجة لتاني يوم هلوقت عندي هون ورقتين من الجزير حطيتهم فوق بعض حطيت فوق هون ورقة من الزبدة ورح حط الكتف ورقة الزبدة رح افتفصل بين الكتف وبين الجزير لحتى ما يلزق وبعد ما تستوي بتطلع بكل سهولة رح لف القصدير فوق ورقة الزبدة وسكر عليها كتير منيح اهم شي هون اني انا اسكرها لحتى ما يدخلها هوا ولحتى ما يكيب منها اي ماء بالنسبة للفرون انا رح حمي الفرون على درجة حرارة بالفرون رح اتركه اول نص ساعة درجة حرارة عالية كتير وبعد النص ساعة رح حد درجة الحرارة 180 ولانه هون عندي الكتف كبير رح اتركها ثلاث ساعات كاملين بالفرون واذا كان عندي الكتف صغير تقريبا بدها اقل شي ساعتين وهيك سكرتها من كل الاتجاهات انا رح شغل الفرون بس من تحت عنده هون صنية الفرون رح حطها بصنية الفرون ودخلها الفرون هالواجيك بالنسبة للاروز رح اضيف معلقة من السمن البلدي معلقة صغيرة اول ما يدوب السمن عندي رح اضيف الاروز هون حطيت عود من القرفة ووركتين من الغار الغير رفاف طوعتنا كطيبة للاروز بالنسبة للاروز عندي هون صحنين من الاروز غسلتهم ونقعتهم تقريبا شي ربع ساعة صحنين الاروز رح اضيف لهم 3 صحون من المي كل صحن روز بده صحين ونص من المي بالنسبة للبهار بس ضيفة ملح فلفل اسود وسبع ابهارات رح اقلبهم مع بعض بالنسبة للمرقة اذا ما انا هون عندي رح اضيف مرقة اللحمة عندي مرقة اللحمة كانت بالتلاجة رح اضيف عليها مرقة اللحمة اذا ما كانت متوفرة للمرقة اللحمة او الدجاج او اللي بدكم اياه فيكم اضيفو الماجي رح اتركو يغلي و اول ما يغلي رح وطي النار على واحد واتركو 18 دقيقة بالضبط و بعد 18 دقيقة عندي هون معلقة من العصفر و معلقة من الكاري مع بعض حطيت عليهم شوية صغيرة من المي ورح اضيفو على وجه الارز ورح اتركو دجتين ثلاثة وهيك صار عندي جاهز يعني بالضبط 20 دقيقة قاعد عندي الارز على النار رح افتح فتحة صغيرة بالوسط واضيف فيها ورقة من القصدير وعندي هون فحمة مولعة رح اضيف عليها شوية من زيت عباد الشمس او زيت الدرة ورح اغطي عليها الطنجرة واتركها لحتى تخلاص كل الدخنة تاعتها وهيك صارت جاهزة رح ارفعها بصراحة بتعطي الاكل كتير نكهة طيبة بتحسيك بتاكلي روز مدخن وهيك الروز صار عندي جاهز والكتف بعد ثلاث ساعات بالضبط طلع محمر من تحيت ومن فوق وبس هيك الفيديو تبع اليوم يارب يكون عجبكم الفيديو ولا تنسوا تدعموني باعجاب واشتراك للقناة ويعطيكم الف عافية